شوفنا ازاي الحقيقة الحضارة الغربية اللي بيروجوا لقيامها الغربية الغريبة ومبادئها وأخلاقياتها سقطت سقوط الشنيع ومريع وده شفناه في ردود الأفعال حوالين افتتاح مجاري باريس هي دي حضارة الغرب ودي بضعاتهم الفزدة اللي مش عايزين ينشروعها ببلادهم لكن كمان عايزين ينشروعها بشكل أهم في موطن الأديان في البلاد العربية دي تحت دعاوة ورية شخصية ورية التعبير وغيرها عندهم عم ناس بتتروج للأفكار دي يعني وطبعا في الناس دي في عرب وفي مصريين يعني احنا طبعا مصريين لازم نكون يعني في الطريقة الأولى يعني خلال السنة الأخيرة من ساعة مجال سيسي شوفنا نمازج كتير جدا من اللي أطلقتهم علينا الوسائل الإعلام اللي بنسميه النخبة بيتفنوا الأفكار الغربية بكل قزارتها بكل قزارتها وبيحاولوا ينشروها بكل يعني قوة على الأسلام طبعا شوفنا خالد منتصر إبراهيم عيسى يوسف زدان اسلام البحيري فاطمة نعوت الشخصيات دي يعني لكن من أكتر الشخصيات المثيرة للجدل واللي بتحاول تنشر أفكار هادامة وتضرب الأديان في عمق هو بريم إيسى اللي فجأة طلع له فيلم جديد اسمه الملحد وده بوستر الفيلم إبراهيم إيسى إنتاج أحمد السبكي المخرج محمد العدل موديل التصوير يا عم عادة التاني يا عم الله يخليك التاني موديل التصوير نظار شاكر أمير عبد العاطي الرانيا إلى آخره ميكساج موسيقى راجح داود مهند الصوت زياد عزت أنا يهمني البوستر يعني الفيلم أصار جدل كبير خلال اليومين اللي فاتوا ونشطاء كتير يتكلموا عن الفيلم وإزاي إن إبراهيم إيسى بيروج لأفكار الإلحاد زي البوستر دي يعني أحمد عبد الرب وهو بيقول إنه للأسف هينزل فيلم اسمه الملحد وفكرة الفيلم عن شاب ابن شيخ سلفي وده نشرت فكرة الفيلم يعني عن ابن شيخ سلفي وكان أبو بيعذبه من صغره في حفظ القرآن وكتب الحديث الستة فكبر الشاب وتعقد وكره الدين وقال حد وبقى مشتت في الحياة لحد ما تعرف على واحد صاحبه إسلامي وسطي معتدل بيزني وبيشرب خمور وعلمه إن الدين يسر مش عص والفيلم بيقفل على كده والمطلوب من شبابنا تقلد هذا الشاب الفنان الراحل مصطفى درويش رفض المشاركة في هذا الفيلم الله رحمه كان عنده مبدأ إنما عادي محمود حميدة يعمل دور الشيخ سلفي متحجل أفكار أحمد حاتم يعمل شاب ملحد مش هياخده أجور يبقى توظف أي مبادئ طبعا الفيلم تأليف إبراهيم إيسا المعروف عنه كره للدين الإسلامي وكل أفكار تدور حول مهاجمة الدين الإسلامي الفيلم ده أكيد هيتعمل له دعاية ضخمة لأن المنتج أحمد السبكي من أكتر الناس اللي أنتجوا أفلام شوهت المجتمع المصري نشر أفكار البلطجة ودلوقت الفكر العلماني الموضوع خطة محكمة لنشر الحالة في الدول العربية ونشر المثالية الإسراري المثلية ولا تربيها الفيلم ده لو الناس ما تفرجتش عليه في السينمات هيفشل ومش تذكر التجربة يريد من دلوقتي الناس تقاطع تلك الأعمال لها الدامة بلاش تدفع تمن تذكر السينما عشان تشاهد عمل بيهاجم دينك خليهم يخسروا تمن إنتاج الفيلم ده مثلا أحمد عبد الرب فيلم الملح التأليف إبراهيم إيسا محاولة جديدة لتشويه صورة الدين وتشويه سنة النبي عليه الصلاة والسلام قاطعه أفلام إبراهيم إيسا وبرامجه ورواياته فهي تصد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى هو يعني الرجل قالي الكلام ده يعني واحد من نشطاء السوششل برضو بيهاجم فيلم الملحد وبيحذر الأسر المصرية من تأثيرات الأفلام اللي زيدي على أفكار الأولاد والبنات الصغارين هننشوف نسمع الرجل كده ده فيلم الملحد بتاع إبراهيم إيسا ده خلاص أرّب اللي هو ينزل فيه دور العرض السينمائية في مصر عدن طالما عرفنا إن هو تأليف إبراهيم إيسا ومن خلال الصورة كده نقدر إن إحنا نستمبت ونتوقع القصة بتاعته عنه من صاحب الوش المخيف المرعب اللي هو محمود حميدة ده تطرفه وتعصبه بالعنف بتاعه السبب الرئيسي في إلحاد أبوش جميل وكيوت اللي هو أحمد حاتم طالما ده عليه مظاهر الإلتزام لازم نخليه وشه كده مخيف ومرعب عشان يخوفها أدام التاني ملحد وخرج من الملة ومن الدين يبقى لازم يكون وش كيوت كده وعسل وجميل طبع مجرد توقع وتخيل لكن أنا أكاد أجزم بنسبة كبيرة جدا إن القصة هي كده أو قريبة من كده إبراهيم إيسا معروف بقطحه في الثوابط سواء في معاني القرآن اللي عليها إدماع من الأمة أو في الأحاديث بتاعت البخاري المسلم وانتو عارفين كويس الرجل سيناريست وكاتب رواقي قوي بحيث بهو ينتجوله أفلام ومسلسلات كل سنة تقريبا فيلم وفيلمين حيان الروايات بتاعته ضعيفة جدا ومباشرة جدا ومملة جدا يعني باختصار هي الأفكار اللي بيطلع بيقولها ببرامبو بيكتبها في شكل رواقي بطريقة مباشرة ومملة عذلك هتلاقي في سراع كبير بين المنتجين على إنتاج الأعمال بتاعته دي اللي هي بالمناسبة ما بتحققاش عرباح كبيرة كأن فيه اتفاق على فرض أفكار إبراهيم عيسى علينا بالعافية في عموم احنا ما فيش في إيدينا هير اننا نحذر من الأفكار دي كويس كبلكم من الأفكار الهدامة دي وربوا أولادكم كويس على دير الله أنا طبعا الحقيقة فكرة ان احنا نحكم على فيلم ما شفناهوش ما بحبهش لأنك كأنك بتحكم على كتاب مارتهوش بتحكم على حد انت متعرفش عنه الباقي لكن تاريخ إبراهيم عيسى وهو أصلا وجود إبراهيم عيسى لم يعود له وجود إلا على مؤجمة الدين الإسلامي هو بيأكل عيش من الحاجتين دول من التعريض للنظام بعد ما دبحول القطة وخلوه كلب ما يسواش تعريفة والحاجة التانية بيأكل عيش عن طريق وإحنا شوفنا خناة الحرة اللي استضافته في برنامج بتاعه اللي كان بتصف عليه الخارجية الأمريكية لنشر الحال بين الناس فالتاريخ إبراهيم عيسى الحقيقة يعني خاصة بعد آخر مشروع لي اللي هو تكوين اللي خلاص المشروع فشل وكان توقعي الحقيقة ده أنا توقعت أن التكوين دي الضرف ينفك يعني أنا قلت كده انتهى أنا من هنا في البرنامج حزرت وقلت بصراحة يعني أنه جمعية تكوين اللي حاولها السبريم عيسى بتنهار وحصل فعلا أهو أفكرك بالفيديو فالنا رأييي أن اتحاد القبائل وتكوين الضرف فيهم مصامير أو النعش بتاعهم بيتجاهز دلوقتي رأييي إذا حصل ده مش أبقى أنا كويس وأبقاري وكله خالص يبقى كويس قوي من إدارة المخابرات المصرية إنها تلمي الناس دي عن الشعب لأن الشعب مش ناقص مش ناقصين إحنا بلاو يا أولاد فإذا كان ده حقيقي اللي أنا بقوله ده إذا كان بقوله هو إذا كان حقيقي إن النعش بتاعهم بيتجاهز والجنازة هتطلع كتامي في نص الليل أوكي يبقى الشكر موصول لجهاز المخابرات إنه يلمي الناس دي بقى يا سيسي مش ناقصينك لمي العيال دي بقى إيش تكوين على اتحاد قبائل هي مش ناقصة أعرف ده كان كلام يوم 24 مايو وفعلا تحاد القبائل خلاص بخ تكوين انتهت فبراهيم إيسى لازال نشط الحقيقة لازال نشط لأنه أكل عيشه أنا قلت لكم براهيم إيسى بيتقاضى فلوسه عشان حكتين التعريض للنظام والضرب في الدين بس ما بيعملش أي حاجة تانية ودور النشر مفتوحاله وانتجين السينما الدنيا مفتوحاله يعمل فيلم اللي هو عايزه عارف فيلم الملحد ده كان بيتصور من فترة طويلة جدا كان عندنا ممثل شاب اسمه مصطفى درويش رحمة الله عليه قرر الانسحاب منه لأنه مصطفى بعد ما قرى السيناريو اكتشف أن الفيلم أدال الحرب ضد الدين وده البوست اللي كتبه في فبراير 22 أهو مصطفى درويش قررت أنا مصطفى درويش الله يرحمه بمقاطعة أي برنامج لبراهيم إيسى والاعتذار عن فيلم الملحد اللي صورت فيه أربعة أيام 22 يعني بقاله الفيلم سنتين بيتصور بسبب المؤلف القصة هو برمعيسى لأنه واضح أن الحرب دي ممنهجة وأنا مقبلش أبدا أكون أدال الحرب ضد ديني ولو التمن هيكون إيه آسف جدا وبعتزل لكل فريق العمل مش أكمل في القرف ده ملحوظة فيلم الملحد قصة ما فيهاش أي حاجة تشجع للحد عشان بس إيه احترام لصناع العمل وأبطاله ده كان آخر بوست كتبه الله يرحمه مصطفى درويش قبل ما يتعفى كتب أن أنا مقدرش أقعد مع أتعامل مع برمعيسى والحقيقة أني دي مش أول مرة من برمعيسى يصير جدل بأفلامه أو مسلسلاته اللي بيألفه عشان هو دايماً بيعمل كده زي مثلاً الضيف أو فيلم مولانا أو صاحب المقام زي مثلاً مسلسل رديء اسم فاتن أمل حربي ولا أرى حقوق ولا أرى قوانين أهو؟ فضل عشاء مع العدو كيف أثار الفيلم المصري الضيف جدلاً حول الإسلام والحجاب فيلم صاحب المقام الإسلام الذي يريد يبرمعيسى الفيلم المصري مولانا يثير الجدل بشأن علاقة الدين بالدولة مسلسل فاتن أهو يثير جدلاً دينياً وواجهة تهمات بلساء الإسلام هو ده جبريم إيسى هو ده كيف وراه جبريم إيسى أفكاره عبر الفن مش أفكاره ما عندهوش أفكار أنت بتظلم عزيزي المشاهد المصري أنت بتظلم جبريم إيسى لو قلت عنده أفكار هي السبوبة هو الراجل لقى مكان يجيب منه فلوس المكان ده عنده أجندة اللي هو الخارجية الأمريكية فمش أفكاره خالص الراجل لاقي سبوبة حلوة كده وطرية وبالدولار والخارجية الأمريكية هترفت وهم أصلاً إنشاؤوا قناة الحرة دي عشان كده فالراجل دي مش أفكار أفكار إبراهيم إيسى أيام ما كان شغال في الدستور أيام ما كان عامل نفسه تقدمي وعامل نفسه مع المواطن ومع الوطن العربي ويكتب في الحكام العرب لا الحكامة تأكلش عيش طب يا جماعة شوفونا حتة تأكل عيش شوفونا بلد خبزة فراح لقى القصة دي بس محاولات إبراهيم إيسى الكلام عن الدين وسوابته ومحاولاته بس أفكاره مسمومة في العمل هو شغال على الحتة دي دي مش أفكاره ده سوق موجود يا جماعة على فكرة أنتوا عدوا كلموا الشيخ على صمت اللي ما تعرض عليه كلموا أي شيخ ديني لطيف كده القصة أن فيه ناس بتنصرف على القصة دي وموجودة يعني أنت عايز تروح روح إزاي واحد عايز يعرض ما سهل جدا تروح دلوقتي عند نظام السيسي تعرض له أسهل حاجة على أي إعلامي موجود ما كان هنا أنه يقول لهم هرجع يا سلام تتفتح له الأبواب ويقبضوا بتاعه وتعملوا برنامج مايتشافش مش مهم بس الثمن أنه يشتم فيه في الطيار ده بتاعنا وأنه يطبل السيسي بس مش أفكاره إبراهيم إيسا مش بيشتخدم الفن وأفلام السينما والتلفزيون عشان ينشر أفكاره ده كمان برنامجه مليئة من الأفكار اللي هي يعني بتطعن في سوابة الدين زي ما عمل لما أنكر مش عايزين يجيب الكلام ده رئلة الإسراء والمعراج والكلام ده وعذاب القبر وتشكيكه كل الكلام بتاعه ده ده وصلت به البجاحة أنه يتطول على آيات القرآن الكريم ويستهزئ بها سيم قال هلك عني سلطانية الوردة في سورة الحقة اسمع كده بفصال كثيرة جدا لانتخبت مرسي كرأياتها في شفئيه لا لانتخب شفئيه كرأياتها في مرسي ولا تخول لمحمد مرسي أنه يغير شكل مصر وأنه يدعي لنفسه سلطانه ها هم يقرأوا كتابية هم سلطانية 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 لا ده سلطانية لا سلطانية لا سلطانية الراجل ده مش أفكاره والله هاتوا الأستاذ حافظ المرازي بيقول إزاي الخارجية الأمريكية برامج إبراهيم إيسا وإستامية كانت بتمويل أمريكي الأستاذ حافظ المرازي ده إعلام كبير وفي أمريكا قال أحافظ المرازي الصحفي على حساب الصراحات نشراتها جريت السور أن الإدارة الأمريكية قد صنعت برنامجين بأموال طائلة إبراهيم إيسا وإستامل بحيري لنقض النص الديني الإسلامي أنا مجيبش حاجة وأضاف المرازي أن تلك السياسة التي تخص المجتمعات العربية تتم من خلال الوكالة الأمريكية الإعلام الأمريكي والتي تشرف على خناة الحرة ده يا بيه مش أفكاره أفكار إبراهيم إيسا ارجعوا للدستور اللي كان فيه بلال فضل وإبراهيم إيسا كان الراجل عنده أفكار ضد الظلم المجتمعي ضد الطغاء ضد الارتجان العربية كان الراجل دي أفكاره بقى أول بقى ما جات الحكاية هو كان عنده طموح من بدري أنه يطعن في البخاري والحاجات دي لما لقى بقى حد يصرف عليه اشتغل بقى الراجل إبراهيم إيسا ليه أدخل أجزخاني ألاقي صيدالي بيقرأ قرآن بدل ما يقرأ مرجع عدوية وصل بيه لم أرى حكمة في الصوم رمضان وقرار سيادي من الله البعض يروق في الوقت الحالي لأنه سبب الغلاء الأسعار هو رفع الحجاب وتبرج بعض السياس مثلما يقال ولكن الحقيقة مثل لم تعرف الغلاء إلا بعد فرض الحجاب منذ نهاية السبعينات وحتى الآن وحتى الدولار تفوق على الجنيه بعد فرض الحجاب أي حقس أي كلام في البدنجان أي حقس أي حاجة يستفز بها مشاعر الناس لأنه بيقبض على كده أي حاجة خصوصا في الصعيد لما قال إن الستات كانوا بيلبسوا الميوع عادي في مدن الصعيد في الستينات أنا عمري ما سمعت ولا شفت الكلام ده وأنا راجل سعيدي أصلا اسمع من موليد غاية سنة سبعين خمسة وسبعين أنا وأكد لك إنه لك إنه صورة لجدتك بالميوه وصورة لولدتك قط بالميوه وأكد لك كنت فين بقى في المينيا في الصعيد في صهاج في أسيوت في بلقيم في الزعزيء في المنصورة في المنوفية في صورة للست والدتك أو للست جدتك لابس الميوه أو لابس الكط أو لابس المكوجب وأحب أقولك ده لك تعصية ولا فسقة ولا تجرة ولا كفرة ولا متبرجة ولا سافرة ولا كل بقى المصطلحات اللي غرسوها في السبعينيات وغير دلوقتي في دماغك وفي زينك يا راجل ده ده إنت إيه اللي بتقوله ده يا أمك كاب تلبس ميوه أمك يا براهيم في المنوفية كاب تلبس ميوه أنا بكادة يا براهيم عيسان إذا كانت أمك كاب تلبس ميوه أمك لها كل الاحترام والتقدير منها يعني لكن إذا أنا أمي ما لبستش ميوه وأمي بقى ما كانتش سعيدية أمي كانت من الدرب الأحمر في القاهرة وكانت بتشتغل فوسة البلد أمي ما لبستش ميوه أمري ما فيش صورة ولا أسمع ولا أمي راحت أصلا مصيف أصلا يعني أمي ما عدتش على اسكندرية الله يرحمها وأمي من القاهرة أبقى بالك بقى بالسعيد أبويا بقى ورايبي وعماتي والناس دي فيش حاجة يسمعك كده أصلا أنت بتقول الكلام ده إزاي إيه اللي من المينيا ومن السعيد جدتك جدتك عندها طب أمي نعمل إيه نجيب محفوظ اللي في السلسية أصر الشوق بين الأصرين والسكرية الستة أمينة دي كانت إيه على فكرة عندنا في السعيد يا اسموه يا هو يا إبراهيم عندنا في السعيد أقسم لك لو شفت تجمع بشري ما تقدر تفرق الستة المسيحية من المسلمة لأنه نفس اللبس الحرام ليه سود نفس اللبس أنا مرة قلتها الحد كان معايا في مستشفى كده في مستشفى عيون قلت له تعرف تحدد زكاة الستة دي مسلمة أو في مسيحية؟ مستحيل مستحيل أنت الستات القديمة مش الجديدة القديمة كان صعب جدا هو نفس اللبس اللي بتلبسه الستة الإبطية هو اللي بتلبسه جدتي بالزبط نفس الحرام ليه سود الطرحة تحته وش عارف نفس القصة جبت منين من المواد دي أنا معرفش أنت جبت منين الكلام ده وعشان كل السواب السودة دي كل عارف نبريم عيسى هيستغل فيلم الملحد علشان يبث سمومه وده اللي عبر عنه كاريكاتير نوشير ناردة على السوشيال اهو فيلم الملحد الخلاصة حضرات احنا مش ضد الفن خالص ولا شوفنا فيلم الملحد عشان نحكم عليه ولا بنقول لك روح او ما تروحش اي حاجة هي دي مسؤوليتك الشخصية زي المؤاطعة لمنتجات اللي اللي معها العدو اهو اللي معها الاحتلال دي مسؤولية شخصية انت عايز تقاطع ده موقف بتاعها المرحوم مصطفى درويش الممثل مصري لما اعتذر عن الفيلم محدش قال له اعتذر وكان هياخد منه فلوس بس هو اعتذر عشان شخص بريم عيسى دي مسؤولية دي قيمة كنتة بتاعتك انت حاش يقدر يقول لك اعمل ولا ما تعملش انا ما شوفتش الفيلم كونك تروح او ما تروحش دي مسؤوليتك انت انت بتصرف قرش انت عارف انك هتحاسب عليه فانت روح تحاسب بقى تذكارة سينما انت بتحاسب عليها مش مجرد تذكارة كده بخمسين ستين جين ايها تضيع لا ده انت هتتحاسب عليها انت روح او ما تروحش لكن احنا مشكلتنا مع وحز ابريم عيسى والحالة اللي بيمثلها ابراهيم عيسى والافكار اللي بنشرها ابراهيم عيسى في المجتمع ابراهيم عيسى مش بيتحرك من نفسه لكنه اداة في ايدين ناس من مهمتها ضرب الدين ونشر الفكر الالحادي في مصر علشان يهدموا ثوابة الدين في النفوس المصريين وبكده يبقى سهل زي ما قلنا في المقدمة نشر كل فكر شاز مش متوافق مع مجتمعنا المتدين فعلا سواء مسلم او مسيحي واذا كان في الفيلم واحد ضغط على ابنه وكرهه في الدين فيه واحد مسيحي ضغط على ابنه ودى الكنيسة وقاعد ودى مدارس الاحد لحد ما كره الدين هتلاقي هنا وهنا هل دي حالات نعمل عنا فيلم احنا بس حبينا نحذر منه في البرنامج ده والنبع كل مصريين انهم ياخدوا بالهم من ولادهم او مش ياخدوا بالهم انك تمنعه او لا مش دي الطريقة انما فهموا ان كل شيء مسؤولية شخصية عايز تحمل مسؤوليت ده تحمل مسؤوليته ابني عند ابنك الفكرة دي انه بيعنده زي مصطفى درويش كده اللي ربا مصطفى درويش رحمة الله عليه ربا في القيمة دي اه فنان اه بمثل انما عندي ديني لأ اللي ربا فيه الحكاية دي ابوه وامه انت ربي في ابنك القصة دي ربي فيه انه ياخد مضاد دحاية ودد برمي عيسى واللي زيه لانه الفكرة سهلة وحلوة مفيش دين اعمل اللي انت عايز تعمله يا راجل اه مفيش دين اعمل اللي انت عايز تعمله وبالتالي هتعمل ده عشان تسكت حاجة واحدة بس الوازع الضمير اللي جواك اشتركوا في القناة